مرحب بكل الناس اللي هزي حضر معنا النهاردة. اتمنى ان شاء الله يكون الوركة مفيدة على حضراتهم. في حاجة مفاجعة محضرينها ان شاء الله في الثلاث محاضرات. النهاردة هناخد جوز الاول من وصف التصميم الحواقش. وبقر هيبقى جوز الثاني. ويوم الاثنين هيبقى جوز الثالث من ابتداء من يوم الاثنين. وبقرى هنبدأ نطبق التطبيق العملي الخاص بالبرنامج لأتواج للهناة. فروحونا نبدأ دليلوقتي. ان شاء الله بحسنا الوقت ض stake دوء. اه بعد اذن فانرة ايمان، ابتتها اجمان ابتتها ايه. بابتتها ايه انجي. ابتت من ايه. بابتتها ايمن ابتت تاختيش فقده الله حضراتكم بENNتشيغ. اللي جايز جائزة likes اعمل الشير بسته وعلى. مساء الله الخير باش منسكين الاخبار. اه معاك ومهام دسا اسماء أنا باش مهندساء إيمانا باش مهندساء إنجي هنبدأ نشرح لحضراتكو الورشة بتاعت النهاردة بتاعت الرمضان 2024 هي هتبقى ورشة مفيدة تمام هي الورشة إن شاء الله هتبقى مفيدة لأقصى حد لكن كلنا نلتزم مع بعض في الشرح وفي التطبيق وسيستم المحاضرة بتاعتنا هيمشي إن المحاضرين هيتكلموا وكل اللي عنده سؤال هنسيب في الآخر وقت للأسئلة علشان ما يحصلش مؤاطعات نشوشر على زماننا إن هم ما يفهموش وفي نفس الوقت المعلومة توصل كابلة ممكن يبقى حد عنده سؤال ولما المعلومة تتقال كابلة ينكون جاوبنا على السؤال تمام مساء الخير يا سمهدكين هنبدأ دلوقتي بس إحنا حبين بس إن أعمل بضقي تعريفي عن المحاضرين والمدرب اللي محاضراتهم في فلائطة الورشة بالنسبة للناس اللي الأول مرة بتاخد تكرة عن الوين ويكو شوب أو حضر معنا أول مرة يحضر معنا الورث المجانية الخاص بس سمهدان أربعة وعشرين مع حضاراتهم مهندة محامر الكاشف خريج دفعة عالتين وسبعة تخصص من دقل وقاسات حبينا إن احنا نعمل الورث كلها موعتمدة أكثر على لأن دي من أكثر الحاجات المتطلبات اللي بتحتاجها السوق ومشاكل اللي دائماً احنا بنواجهها كمكتب أو أصحاب مكاتب بنلاقي العجز كبير جداً في المهندسين اللي بيستغل وحنا طبعاً من خلال الوصف هنوصل لكم الوصف برون بطريقة بسيطة ومن نتيجة المتابعة والحضور إن شاء الله زي ما قلت الحدقصم من خريج دفعة ألفين وسبعة بتاديل المتياف مع مكتاب الشرف استغلنا في أفضل من تسعين مصروع داخل مصر وخارج مصر ما بين التصميم وما بين السنفيذ وما بين الإفراف حصلت على المركز الأول في بوابيت تصميم يط الأكاس عام الفين وعشرين وخلصت في مهيد الماجستير وحيارياً في محارة الماجستير إن شاء الله ده بس بطاقة المختصة مش عادة تعول على حدقاتكم فحابب إن شاء الله بإذن الله كل الناس اللي حاضرين معنا يلتزموا معنا في المحاضرات في الورث بسواقف التطبيقات العملي أو الحضور أنا بس حابب بالمبدأ مع بقية المحاضرين طبعاً معنا الأساس ده الأفاضل طبعاً أولاً طبعاً بفضل ربنا أولاً وقطيراً وكل الدكاترة اللي كانوا معايا في خلال فترة الدراسة منها الدكتورة دلال دكتورة دلال الدكتورة داليا الناس اللي حاضرين معنا على الزوم الدكتورة أثمين الدكتورة منال شاسوت هم طبعاً محاضرين معنا الزوم حسناً حاببين بس يشاركونا معنا في المحاضرات لو يمكنكم تفيدوا كمان من خبرتهم في الأكاديمية في خلال فترة الواسعى تمام؟ فضلت مهندسة أسماء ممكن نخطف الخطوة البعض تمام احنا سبقوا عرفنا نفسنا المحاضرة اللي فاتت فعشان ما نطولشوا عليكم احنا معنا مهندسة إيمان مهندسة أنجي مهندسة أسماء هنكون معاكو في الورشة دي فمن غير ما نطول عليكم باش مهندسة أنجي هتبدأ في شرح السلايلي الجال طيب دلوقتي علشان التصميم الداخلي فيه ترس كتير قوي احنا حبينا نوضح لكم بعض الترس اللي هتفدكو في التصميم أول ترس معنا أول حاجة الترس الكلاسيكي اللي أصلاً أيم عليه الورشة دي تمام؟ فمش هتطول عليكم فيه احنا كده كده هنشرحه بالتفصيل الترس الكلاسيكي ده بدأ في القرن الثمانتاشر على إيد الفنان روبرت آدم بيتميز بحاجات كتير قوية هنعرفها بعد كده دلوقتي أنه هو فيه منه الترس الكلاسيكي الأوروبي الترس الكلاسيكي الفرنسي وبعد كده ظهرت الكلاسيكي الجديدة ففيه حاجات كتير قوية هنتعرف عليها بعدين سخليها نبدأ في اللي بعد وبعد كده هنبدأ متعمق قوية في الترس الكلاسيكي طيب دلوقتي عندنا الترس البوهيني الترس البوهيني ده كان على إيد الفنان جام ميشيل فرنك بيتميز بالبساطة دايماً بيدخل الحاجات اللي في الطبيعة سواء كانت في المنسوجات سواء كانت في الألوان المنسوجات بتاعته دايماً جاية من الطبيعة من القطن والكتان العناصر الطبيعية فيه دايماً بيفط الزرع الألوان بتاعته حتى كلها من الطبيعة تمام؟ ده كده البوهيني نستقل بعد كده عندنا الترس الصنوعي الاندستريال ستايل ممكن ناس كتير قوي ما تكونش عارفاك بس دلوقتي هو بقى شائع جداً مش بس في المصانع هو أصلاً واخدينه من فكرة المصانع بقوا دلوقتي يفطو في الفنادق بقوا يفطو في المطاعم هو ترس بقى شائع جداً دلوقتي كان على إيد الفنان ويليام موريس كان هو أصلاً في الأول كان بيهتمل بالمنسوجات والأساس وكان بينتمي جداً للتصميم الصناعي فبدأ يدخل الجزء بتاع تصميم الصناعي ده جوه التصميم الداخلي نفسه فبدأ يدخل حتة المعادن الخشب بدأ يدخل جزء الخرصانة جوه التصميم نفسه بدأ يستخدم حتة الأنابيب والمقاعد بتاعته بقت معدنية بدأ السقف بتاعه يبقى على طراز المصانع أنها تبقى المواسير مكشوفة ويبقى كل ده موجود عندنا في التصميم الداخلي كمان النوافذ بتاعته دايماً بيبقى فيها عورد بالطول وبالعرض زي ما احنا شايفين هنا دي كانت بتميز الطراز الصناعي بعد كده عندنا طرازين يعني هما يعتبروا من نفس المدرسة بس كل حاجة فيهم بتختلف بطريقة معينة عندنا الطراز الأرتي ديكو والأرتي نوفو عندنا الاتنين وريدين من بعض في أن هما ماشيين بنفس طريقة المدرسة بس عندنا الأرتي ديكو ماشي بالأشكال الهندسية لكن الأرتي نوفو ماشي بالخطوط المنحنية واللي دخلها من جزء الطبيعة طيب الأرتي ديكو ده بيتميز بإيه؟ دايما الألوان بتاعته بتكون زاهية جدا بيستخدم اللون الدهبي في الأساس وفي التجاريط لكن الأرتي نوفو اللي هو اللي بعده اللي بعده يا اسمي تمام الأرتي نوفو ده كان على يد الفنان البلجيكي فيكتور هورنا كان في أواخر القناة 19 كان بيتميز بخطوطه اللي واخدها من خطة العضوية المستوحى من الطبيعة وكانت العناصر بتاعته الألوان بتاعته برضو زاهية زي الأرتي ديكو بس كانت كلها خطوط منحنية مش زي الأرتي ديكو كانت خطوط مستوحى من الأشكال الهندسية بعد كده عندنا آخر طراز المنماليزم وده الطراز المحبة بالقلبي بصراحة حتة البساطة اللي فيه إنه هو كل حاجة فيه بسيطة دلوقتي الناس مفكرة عن التصميم الدخلي أحلى حاجة فيه إنه هو يبقى كل حاجة فيه تجليد ونحط تجليد أكتر في الحوائط فكده الموضوع هيبقى أحلى لا بالعكس لما نتجه للبساطة إنه إحنا نبدأ نجرد الخطوط نجرد التجليد والألوان تبقى بسيطة ده الموضوع بيبقى أحسن ومرش جدا للناس اللي قاعدة جوة طراز دلوقتي نبدأ بقى نتعمق في التراز الكلاسيكي مع باش مهندسة إيمان وباش مهندسة أسمي طيب خلينا نبدأ الأول إن التراز الكلاسيكي ده فيه ترت أنواع منه التراز الكلاسيكي الأوروبي والكلاسيكي الفرنسي والكلاسيكية الجديدة أنا هبدأ بالتراز الكلاسيكي الأوروبي النمط ده هو نمط نعماري بيعود أصلا الفترة الكلاسيكية فترة اليونان والرومان والكلاسيكية الجديدة دي بتتميز بإيه؟ بالتناغم والبساطة التراز الكلاسيكي الأوروبي بيتميز بالتناغم والبساطة وإن هو على رغم إنه فيه زخارف كتير قوي في السقف وفي الفرش وفي كل حاجة بس هو برضو بسيط جدا ليه؟ لأن هنعرف بعدين الألوان بتاعته بتتميز بالبساطة والنسب بتاعته كلها بسيطة خلينا نبدأ في التراز الكلاسيكي الفرنسي مع بش مهندسين مساء الخير بش مهندسين زي حضراتكم عاملين إيه؟ حابة أكلمكم عن التراز الكلاسيكي الفرنسي زي ما احنا شايفين هو مزيج من الباروك وركوكو وكمانا التراز الامبراطوري فيه زخارف كثيرة جدا لكن في نفس الوقت هو تراز مبهج فيه غنى وفيه ثراء وفيه ثراء في التفاصيل وثراء في الزخارف كمان ورغم كل التفاصيل وكل يعني كل التفاصيل والألوان اللي فيه لأننا ما بنحسش أنه هو زحمة بالعكس هو تراز راقي جدا ظهر في فرنسا في القرن السبعتاشر ومرت ثلاث مراحل في كل مرحلة بتقل نسبة الزخارف شوية بيتجه للبساطة لغاية ما يوصلنا ل نيو كلاسيك وطبعا احنا عارفين أن فرنسا هي يعني رائدة في مجال الفن وفيه التصميم الداخلي وفيه أمثلة كثيرة جدا على تراز الكلاسيكي الفرنساوي بالنسبة لسمات التراز ده زي ما احنا شايفين الأسقف العالية جدا والشبابيك اللي بتدخل بتدخل إضاءة وتهوية وده من السمات التراز ده بالإضافة للزخارف النباتية اللي هنشوفها على الحوائط وعلى الأسقف كمان التراز ده اهتم ثانية واحدة التراز ده كان كل الهدف الأساسي منه إظهار الغينة والسرع يعني ده كان الهدف الأساسي من التراز ده وده طبعا كان موجود أكتر في الأصور الفرنسية زي أصر بيساي والإيليزي والممكن نشوفه بشمال ديسة ممكن تحركي السلايد السلايد الثانية ينفضل بشمال ديسة كمان التراز الكلاسيكي منلاحظ فيه إن الخطوط واضحة جدا التفاصيل بارزة بشكل ملفت وبالنسبة للزخائف اللي استخدمها الفنان فيه هي زخائف نباتية بالإضافة إلى شكل الصدفة شكل الصدفة ده كان مستوحى من من الثقافة الصينية واليابنية وده هنلاقيه في معظم الزخائف الموجود طبعا الكلاسيكي الفرنسيكي انتقل برضو إلى أسيا يعني هو ما كانش حكرا على فرنسا بس يعني هنلاقيه برضو في تركيا في بعض النمازج وفي قدام حضراتكم هنا النمازج من باشواندسة الصيد الأبيع نمازج من الطراز ده معلش البعدي استأذنك باشواندسة أيوة أيوة حضرتك دي لا اللي بديها اللي بديها الصور كمان من سماية الطراز الكلاسيكي الفرنسي تماثل تماثل في الشكل يعني نبصين على الأول صورة هنلاقي إن فيه دفاية في النص يمين والشمال نفس التصميم ده من سماية الطراز ده كمان من سماية إن يكون فيه وحدة مركزية يعني زي سوط كده وكل حاجة بتدور حواليها الوحدة المركزية هنا هي الدفاية لو لاحظنا كمان في الصورة التانية الوحدة المركزية بالنسبة لنا هي المراية وده كمان من مميزات الطراز ده إنه اعتمد أعلى المريات بشكل مبهر يعني مش بشكل عادي اللي كانت متحددة بأطر دهبية سيما احنا شايفين في تاني صورة وده طبعاً من الحاجات المميزة للطراز ده السلايد البعادية بشكل عادي ده هنا جزء من الزخارف في الصورة في النص اللي استعمالها الفنان في التصميم الدخلي والصورة الأولانية ده جزء من البنوهات مصنوع من الجبس أما الصورة التالتة دي أشكال مختلفة لشكل الزخارف وشكل العقود فوق الأبواب هي أشكال مختلفة استخدمها الفنان بقى صورة البعادية البشمان دي سأرسمات هنا الصورة دي بشكل أوضح هاتبان لحضراتكو الزخارف المستخدمة في التراز ده وزي ما احنا لاحظنا كمان بيغلب عليها اللون الدهبي يعني كانت مذهبة بطلية بالدهب أو مستخدمين فيها اللون الدهبي وده قسمة مميزة جداً لهذا الطراز سلايد بعدها باش مهندسها في الصورة دي باش مهندسين أول صورة ألاحظ هنا أن الفنان بعد شوية عن البنوهات الجبس واستخدم البنوهات الخشب ودي سمة تانية من سمات الطراز ده إنه بيستخدم الخامات الغنية زي الخام والخشب والدهب زي ما احنا شايفين كمان السورة في النص والسورة وآخر سورة كمان بعد كده طبعاً مع تطور الوقت الطراز ده اتحول إلى النيو كلاسيك بتادة الخطوط تبقى أكتر يعني أكتر رشاقة زي ما بنقول وتحول إلى النيو كلاسيك والبشمهندسة أكتر بدأت كلامها عن طراز البوروك والركوكوكو هو ممكن يعني ممكن ما يبقاش حد مجامع قوي ايه هو طراز البوروك وإيه هو طراز الركوكو هو طراز كان خاص بالطبقة الحاكمة بالبلاط الملكي وكان مبالغ جداً 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 في ألوانه وفي الزخارف بتاعته وفي الخامات بتاعته مجرد إظهار الطرف والسراء فلما حاجة بتوصل للإكستريم بتاعها لما حاجة بيتم المبلغة فيها بشكل كبير تلقائي بيظهر النقيد بتاعها فمن هنا بدأ يظهر النيو كلاسيك أو الكلاسيكية الجديدة ليه اسمها نيو كلاسيك هي اسمها نيو كلاسيك حكتين عكس بعض لأن هي رجعت تاني الطراز الروماني واليوناني الموتيفات بتاعته والقصص التصميم بتاعته وعناصر التصميم اللي كانت موجودة في الكلاسيكية القديمة بس بشكل جديد بيربط المودرن بالكلاسيك علشان كده سمياها نيو كلاسيك في حاجة بس عايزة تكلم فيها قبل ما ندخل في التفاصيل احنا أصلاً ليه بندرس الطرز يعني ممكن حد يبقى بيصنع دلوقتي إن فيه طرز كتير للانتيريور ديزاين طيب أنا أصلاً ليه أدرس الطرز لما أنا ممكن أعمل حاجة شكلها حل وخلوس يعني أنا ممكن أجيب عنوصر شكلها حل وأنا شايفة إن هي لايق على بعضها وأعمل منها ديزاين حال إحنا بنرسل الطرز لسببين لأسباب كتير أنا هتكلم عن سببين أول سبب إن عشان نكسر القاعدة لازم أصلاً نبقى عارفين لازم نبقى عارفين القاعدة عشان نعرف نكسرها لازم نبقى عارفين النسبة عشان نعرف نغيرها وفي نفس الوقت لما يبقى عندنا طراز مختلف عندنا يعني كلاسيك عموماً ما كانش عندنا في البلد بتاعتنا أو في المحيط بتاعنا في الشرق الأوسط عموماً أو في بلدنا العربية فلما بناخد بندرس طراز معين بناخد منه الكونسيبت وبناخد منه العنوص الأساسية بتاعته وبنوظفها على حسب الظروف المعيشية والاقتصادية بتاعتنا يعني إحنا عندنا في ديزاين الكلاسيك الفرنسي بيبقى عندنا فوق البوينت بتبقى مثلاً الدفاية طيب إحنا هل في مصر مثلاً نوع حبينا نطبق لإطراز الكلاسيك الفرنسي إحنا عندنا دفايات لا إحنا مش عندنا الدفايات لأن الظروف اللي عندنا مختلفة عن الظروف اللي كانت في فرنسا إحنا مثلاً عندنا إيه البوينت بتاعت highlight the living room التلفزيون الحيطة بتاعت التلفزيون فمن هنا بنبدأ ان احنا نوظف الكنسيبت اللي احنا اخدناه التراز بالقصص بتاعته على المعيشة بتاعتنا بالطريقة اللي تخدمنا في البيئة اللي احنا عايشين فيها تمام؟ تي كانت مقدمة كنت احب اقولها في الاول قبل ما نبدأ في التفاصيل دلوقتي هندخل على الاول هرجعكوا تاني معلش بشبون ديسة انجلي هتشرح هتشرح لنا العناصر المميزة بالتراز الكلاسيكي وكمان علشان وقت الزوم تقريبا ناقصه ديئتين تمام؟ بشبون ديسة اه الزوم بس ايبتر بعد ديئتين هنخص على نفس اللينت انساء لما تكون تمام اه بعد اذن هنخدعوكم بس ياريب بس دوكول على كل بس عسان الانتجار لان احنا قعدنا اقصى من عصر داية قبل ان الناس ما تدخل هنخص بس يعني ديئتين بالزبط هنخص على نفس اللينت بعد ما ديزوم بيبتر لسوال احنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة